قال القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي ابن محمد البزار الأنصاري كنت مجاورا بمكة حرسها الله تعالى فأصابني يوما من الأيام جوع شديد لم أجد شيئا أدفع به عني الجوع فوجدت كيسا من حرير مشدودا بشرابة من حرير أيضا فأخذته وجئت به إلى بيتي فحللته فوجدت فيه عقدا من لؤلؤ لم أر مثله فخرجت فإذا بشيخ ينادي عليه ومعه خرقة بها خمسمائة دينار وهو يقول هذا لمن يرد علينا الكيس الذي فيه اللؤلؤ فقلت أنا محتاج وأنا جائع فأخذ هذا الذهب فأنتفع به وأرد عليه الكيس فقلت له تعال إلي فأخذته وجئت به إلى بيتي فأعطاني علامة الكيس وعلامة الشرابة وعلامة اللؤلؤ وعدده والخيط الذي هو مشدود به فأخرجته ودفعته إليه فسلم إلي خمسمائة دينار فلما أخذتها وقلت يجب علي أن أعيده إليك ولا أخذ له جزاء فقال لي لا بد أن تأخذ وألح علي كثيرا فلم أقبل ذلك منه فتركني ومضى ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وأما ما كان مني فإني خرجت من مكة وراكبت البحر فانكسر المركب وغرق الناس وهلكت أموالهم وسلمت أنا على قطعة من المركب فبقيت مدة في البحر لا أدري أين أذهب فوصلت إلى جزيرة فيها قوم فقعدت في بعض المساجد فسمعوني أقرأ فلم يبق في تلك الجزيرة أحد إلا جاء إلي وقال علمني القرآن فحصل لي من أولئك القوم شيء كثير من المال ثم أني رأيت في ذلك المسجد أوراقا من مصحف فأخذتها أقرأ فيها فقالوا لي تحسن الكتابة فقلت نعم فقالوا علمنا الخط فجاءوا بأولادهم من الصبيان والشباب فكنت أعلمهم فحصل لي أيضا من ذلك شيء كثير فقالوا لي بعد ذلك عندنا صبية يتيمة ولها شيء من الدنيا تريد أن تتزوج بها فامتنعت فقالوا لابد وألزموني فأجبتهم إلى ذلك فلما زفوها إلي مددت عيني أنظر إليها فوجدت ذلك العقد بعينه معلقا في عنقها فما كان لي حينئذ شغل إلا النظر إليها فقالوا يا شيخ كسرت قلب هذه اليتيمة من نظرك إلى هذا العقد ولم تنظر إليها فقصصت عليهم قصة العقد فصاحوا وصرخوا بالتهليل والتكبير حتى بلغ إلى جميع أهل الجزيرة فقلت ما بكم فقالوا ذلك الشيخ الذي أخذ منك العقد أبو هذه الصبية وكان يقول ما وجدت في الدنيا مسلما غير هذا الذي رد علي هذا العقد وكان يدعو ويقول اللهم اجمع بيني وبينه حتى أزوجه بابنتي والآن وقد حصل فبقيت معها مدة ورزقت منها بولدين فصار العقد لي وهذا المال الذي ترونه معي من بقايا ذلك العقد من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون شاب إندونيسي يعمل بإحدى الشركات بمدينة الدمام بالسعودية ويعمل معه ثلاثة من العمال من بلاد عربية في أعمال صعبة ويتقاضون القليل من الأجر ويقتل الأربعة معا في حجرة واحدة في أحد الأيام حدث حريق في حجرتهم وعند سماعهم للخبر أسرعوا إلى هناك فوجدوا الحجرة بأكملها كالرماد كل ما يملكون احترق حتى ملابسهم وإذا بهم يعثر على كشكول من الورق قد احترق من الأطراف ولكنه غير محترق من الوسط فالتقطه أحد العمال العرب فإذا بمبلغ من المال يتساقط إنه شيء الوحيد بالغرفة الذي لم يحترق أصيب هذا العامل بذهول شديد وتساءل كيف نجى هذا المبلغ وكل ما حوله محترق فإذا بالشاب الإندونيسي يبكي قائلا إنها نقود الحج ثم أخذ يقص قصته قائلا أنا شاب جامعي من أسرة فقيرة لا أجيد اللغة العربية وأريد تعلم تجويد القرآن وحفظه وأنا قرأت مرة إعلانا يريدون فيه عمال نظافة بالحرم ومع أنني جامعي إلا أنني قلت أعمل بالحرم أي شيء حتى لو عامل نظافة ولكن قدر الله أن أرسلوني للدمام ورغم أن راتبي قليل جدا إلا أنني كنت أدخر منه قدر الإمكان ويعلم الله كم أتعبني ذلك لكي أقضي فريضة الحج فسبحان الله الذي حفظ لي مالي وأنا لا أستعجب هذا فقد حدث مع والدي من قبل حينما كنت صغيرا ولا أعرف معنى الزكاة حيث كان أبي يدخر من ماله للزكاة ويضع ما يدخر في حديقة صغيرة لنا خارج البيت خوفا من اللصوص الذين يسطون على البيت وعندما نذهب في الصيف إلى قريتنا يذهب أبي إلى الحديقة التي وضع فيها مال الزكاة ويأخذه ويعطيه للفقراء من أبناء قريتنا وفي سانة ذهب أبي ليحضر مال الزكاة الذي غلفه بورق الجرائد وفي كيس من البلاستيك وعندما فتح أبي الكيس وإذا بكل ورق الجرائد أكلتها الفئران ودهش أبي وهو يفتح تلك الأوراق وهي تتساقط من يديه قطعا صغيرة وبدأ يردد لا حول ولا قوة إلا بالله وإذا به يجد النقود فرفع أبي يديه إلى السماء وهو يحمد الله ويشكره وقال لنا هل عرفتم يا أولادي لماذا نجى الله هذه النقود ولم تأكلها الفئران لأنها أموال زكاء وتابع العامل الإندونسي كلامه قائلا وهو يبكي بدموعه والله يا إخوتي كلما أتصر بأمي بين الحين والآخر لأطمئن عليها والله لا تسألني عن صحتي ولا عملي ولكن سؤالها الوحيد كم حفظت من القرآن ثم توصيني بالزكاة والحج يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهلوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ذكر الشيخ نبيل العوضي أن في زمن بعيد كان هناك ملكا من الملوك أراد أن يبني في مملكته مسجدا وأراد أن يكون هذا المسجد من ماله فقط دون مساعدة من أحد وقد حذر جميع الناس بعدم المساعدة المادية أو غيرها في بناء هذا المسجد ومرت الأيام وتم بناء هذا المسجد وأصبح أكبر المساجد في المملكة ووضع عليه اسم الملك وفي ليلة من الليالي رأى هذا الملك في منامه أن ملكا ينزل من السماء ويمسح اسم هذا الملك عن المسجد ويضع بدلا منه اسم امرأة فاستيقظ الملك من نومه مفزوعا وأرسل جنوده حتى ينظرون إلى المسجد ويتأكدون من أن اسمه ما زال عليه فذهب الجنود ورجعوا وأخبروه أن اسمه ليزال مكتوما عليه فأخبرهم بما رأى فقالوا له لا تقلق يا مولانا فهذه أضغاث أحلام وفي الليلة التالية نام الملك ورأى نفس الرؤية من جديد وفي الصباح استيقظ الملك مفزوعا أيضا وأرسل جنوده من جديد ليتأكدوا أن اسمه ما زال موجودا على المسجد فذهب الجنود ورجعوا ليخبروه أن اسمه لا يزال على المسجد اشتد غضب الملك وحيرته وعندما جاءت الليلة الثالثة نام الملك وتكررت معه نفس الرؤية من جديد فقام الملك من نومه وكان قد حفظ اسم المرأة الذي يكتبه الملك على المسجد فذهب إلى جنوده وأعطى لهم اسم المرأة وأمرهم أن يحضروا له هذه المرأة فذهبوا يبحثون عنها فوجدوها عجوزا فقيرة فأحضروها إلى قصر الملك وقفت المرأة العجوز أمام الملك ترتعش من الخوف وهي لا تعرف لماذا يريدها ولماذا دعاها إلى قصره فقال لها الملك هل ساعدت في بناء المسجد الذي بنيته فقالت المرأة في خضوع لا يا مولاي فأنا امرأة عجوز فقيرة وقد سمعت تحذيرك ولا يمكنني أن أعصيك فقال الملك أسألك بالله أخبريني ماذا صنعت في بناء هذا المسجد فقالت له والله ما فعلت أي شيء في بناء هذا المسجد إلا أنني مررت ذات يوم بالقرب من المسجد فرأيت أحد الدواب التي تحمل الأخشاب والأدوات الخاصة ببناء المسجد مربوطا بحبل إلى وتة في الأرض وكان بالقرب منه قدر به ماء وكان الحيوان لا يستطيع الوصول إلى هذا القدر حتى يشرب بسبب الحبل المربوط به وقد بلغ منه العطش مبلغا فقربت له هذا القدر وسقيته فشرب حتى شبع والله هذا كل ما صنعت ولم أعمل غير ذلك نظر الملك للأرض في خجل وقد فهم ما حدث قائلا فعلت هذا لوجه الله فقبل منك الله عملك أما أنا ففعلت ليقال هذا مسجد الملك ويكتب عليه اسمي فلم يقبل الله مني انتهى الملك من حديثه وأمر جنوده أن يكتبوا اسم المرأة العجوز على المسجد بدلا منه قل إن لي هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تذر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون قام مجموعة من الطلاب بالتسجيل بإحدى الجامعات في شمال المملكة العربية السعودية حيث أن الدراسة هناك أسهل وسكنوا في مسكن قريب من جامعتهم وبينما أحد الطلاب يتجول في القرية لفت انتباههم رأة كبيرة في السن ترعى غنمها في الصباح لتعود إلى منزلها المتواضع في المساء رقق قلب الطالب لحالها وسأل أهل القرية عنها وأين أولادها فأجابوه أنه ليس لها أحد في هذه الدنيا وفي يوم من الأيام اقترب منها وألقى السلام عليها وبعد أن ردت السلام سألها عن حالها وأمنيتها في هذه الدنيا فقالت أتمنى أن أرى الحرم المكي والمدني وأرزق بعمرة وحج لكني لا أستطيع لأنه ليس لي محرم يسافر معي ذهب الطالب إلى سكنه وهناك أخذ يفكر في أمنية العجوز وتذكر جملة طالما كان والده يوصيه وإخوته بها اقضي حوائج الناس واذهب دون أن تنتظر شكرا منهم فالخير سيرد إليك لا محالة لذلك جاءته في الليلة فكرة بأن يتزوج العجوز ومن ثم يذهب بها للحج والعمرة وبذلك يكون قد حقق لها أمنيتها وبعد أن يعود يطلقها وفي الصباح ذهب لشيخ جليل وأخبره بما أراد فعله فأجابه بأنه فعل الصواب وطلب منه أن يخبر العجوز فإن وافقت تمم لهم الزواج ففعل الطالب ووافقت العجوز وتم عقد القران ثم ذهب بها إلى مكة والمدينة وتركها حتى طابت نفسها فأدت فريضة الحج وأدت عمره وبعد أن عاد أبلغها أن مهمته انتهت ويريد تطليقها فقالت له دعني على ذمتك واذهب حيثما شئت لا عليك تركها الطالب وبعد أن انتهت دراسته وأراد أن يرحل إلى مدينته أخبرها بأنه راحل إلى مدينته دون عودة وأنه يريد أن يطلقها فأجابته لا تفعل واذهب حيثما شئت ذهب الطالب إلى مدينته دون عودة ولم يطلق العجوز وبعد مدة وبينما هو بأحد مجالس الشباب جلس أصدقاؤه يمازحونه ويسألونه عن العجوز فأجابهم أنه لا يدري عن أمرها شيئا ثم حدثته نفسه أن يزورها وبعدما وصل إلى قريتها سأل عنها فأبلغه السكان أنها قد توفيت فحزن عليها فسخر سكان القرية منه وقالوا له إن كنت تريد ميراثك منها اذهب إلى منزلها لتحصل على بقايا أغراضها القديمة ذهب الشاب وهناك وجد حقيبة صغيرة تحتوي على ثيابها وبينما هو يتأملها إذا بورقة صغيرة تسقط بين يديه فقام الشاب بفتحها لعلها وصيتها ففوجئ بأنها ورقة عقد أرض ورثتها من ابن عمها وهذه الأرض تقع على شاطئ جدة فأخذ الشاب العقد باعتباره الوليث الوحيد للعجوز وذهب إلى الأرض ليبيعها فوجدها بأغلى ثمن وهناك باعها بثلاثة ملايين ليعود وكله فخر بما قام به من أجل تلك العجوز المسكينة دون انتظار مقابل وقال صدقت يا أبي في نصيحتك وسأوصي أولادي بها اقضي حوائج الناس واذهب دون أن تنتظر شكرا منهم فالخير سيرد إليك لا محالة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة